بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم متابعين قناة عرب جنون الينكس دعوني أسلموا شوي اليوم رح تكلم عن LibreOffice وMicrosoft Office ما رح تشوفون شيء مجرد تفهيم لبعض المفاهيم اللي هي غايبة عن بعض الناس أوكي بسم الله الرحمن الرحيم الاشكالية هي أنه قبلت يعني أكثر من شخص بعضهم محترف بكمبيوتر جدا وبعضهم جديد هو عتبي أنا على المحترف وليس على الجديد المحترف أوكي هذا عتبي عليه الفيديو هذا أتمنى أنك تشاهده إلى الآخر تمام حتى لو ما أعجبتك بعض النفكار عشان بالنهاية إذا حابت تناقش معي لأنه الفيديو هذا عبارة عن نقاش كل النقاش يعني مبني على أنك شفت أنا وشكلت أوكي الاشكالية هي أستاذي أنه نحن عندنا برامج اسمه Microsoft Office أوكي معروفة 2003 طبعا فيه قبل 2003 لكن أنا ما لحقت إلا على 2002 الظاهر 2002 تمام و2003 فيه 2007 و2010 وإلى آخر في عندنا البرامج أوبن أوفيس أو ليبرو أوفيس تمام طبعا أوبن أوفيس ما حبوش في ليبرو أوفيس اللي هو أوبن أوفيس بشكل عام مصرا أوكي إيش موضوع الفيديو هذا المشكلة هي أنه الناس وقعت فيه إشكالية كبيرة جدا وهي يقوم يشغل أو عفوا يجيب ملف فورد خاص بميكروسوفت ويفتحوا في الرايتر الخاص بليبرو أوفيس ثم يجي يقول والله في مشكلة غير متوافق أوكي الآن نجي في فكرة ثانية وهي برنامج البديل زين حنا كثير من الناس يجي يقول أنا أبي برنامج هذا أقول ما نستخدم برنامج بديل البديل هو ليبرو أوفيس ماشي طيب لما أقول لك برنامج بديل المقصود بالبرنامج البديل هو أنه بديل كامل عن هذاك هذا يعني أنه يفترض أنه يشتغل وحده وما يتعامل مع هذاك ماشي يعني إذا أنت بتستخدم برامج ليبرو أوفيس أوكي خلونا نشوف إذا كنت أنا نزلتهم وللاوافيس أوفيس 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 هذا هو تمام لاحف مثلا الطقم هذا من برامج ليبرو أوفيس يفترضين يستخدم رايتر وحده تمام ما أقوم أسوي ملف بالرايتر وراه أفتح بالايبرو تمام الإشكالية هي ببساطة أنه المستخدم متقبل فكرة أنه لما نجيب ملف وورد وشغله على الريبرو أوفيس يشتغل لكن مم متقبل فكرة أنه يجيب برنامج لبرا أوفيس أو ملف لبرا أوفيس الخاص بالرايتر وقوموا شغله على الوفيس هنا ما تقبل الفكرة في صيغتين في صيغة ODT الخاص بالليبرو اوفيس هذا ما يشغله ميكروسوفت اوفيس ابدا تمام لكن الدي او سي اكس يشغله الليبرو اوفيس طيب يفترض اصلا انك ما تفتح الدي او سي بالليبرو اوفيس يفترض انك تستخدم ليبرو اوفيس وحده اوكي يعني الفكرة ببساطة حاول اوضح لكي اكثر تخيل واحد تعطي منف فيديو اوكي يعني فيلم معين تعطي ايه ثم بكرة تستعليك قولك والله شغلت الفيلم حقك بالبوربوينت بس ما اشتغل مش ترح تسوي ولا قالك شغلتها بالاكسل بس ما اشتغل هذه الفكرة هذي صيغة مختلفة لبرو اوفيس صيغة مختلفة حاول انك تستخدم ليبرو اوفيس وحده كبديل يعني اوما تستخدم ليبرو اوفيس لا تفكر انك بتعطيه واحد ميكروسوفت اذا بتعطيه واحد استخدم منتجات ميكروسوفت قل له هذا البرنامج يتطلب ليبرو اوفيس نزل ليبرو اوفيس عندك هذه الفكرة مثل ما انك بتعطيه شخص فيلم معين او مقطع فيديو معين الفيديو هذي يحتاج الى المشغل الفلاني تمام تروح تقول له والله ينزل المشغل الفلاني عشان تقدر تشوفه هذه الفكرة بالضبط انت لما تسوي برنامج او لما تسوي ملف حاب ترسل المستخدم يستخدم ويندوز استخدم صيغة ميكروسوفت اوفيس خاطئ استخدم صيغة ليبرو اوفيس اللي هي او دي تي ارسله الملف وارسله البرنامج البرنامج حجمه 180 ميجا اول شيء هو رح ينبسط على برنامج لانه يحصلون سريع ولا يعلق و الى اخره الشيء ثاني انت رح تريح في راسق من فكرة انه توافق ما توافق و الى اخره لذلك البرامج البديلة بشكل عام سواء ليبرو اوفيس سواء قمب سواء اي شيء على وجه الارض يفترض انه يستخدم وحده ولا يجبر على التوافق مع البرامج الثانية موضوع التوافق موضوع عنده الحاجة يعني غصب جاك ملف مستخدم هناك ما يعرف شرط الموضوع فممكن تفتح بالليبرو اوفيس هذه الفكرة ماشي لكن يفترض انك اذا جاك ملف ليبرو اوفيس او جاك ملف وورد فتحته على ليبرو اوفيس شفته وحاب ترد تاخذ الملف هذا بصيغة او دي تي الخاصة بالليبرو اوفيس تعطيه ياه بمعنى الصح عند خلاص انعزل على الميكروسوفت اوفيس هذه الفكرة لكن لما انك تحاول تستخدم البرنامجين مع بعض راح تضيع ما راح تحصل اي نتيجة راح تجي بالنهاية تقول ليبرو اوفيس ليس بديلا جيدا ليبرو اوفيس ما قالك انه بديل ليبرو اوفيس برغامج تانية لكن اشكالية ليبرو اوفيس انه حاول دعم ميكروسوفت اوفيس عشان المستخدمين تمام لو كان ما في دعم للمستخدمين هذولاك والله انا حس انه افضل ليش عشان تنشأ الفكرة انه هذا يستغل هنا خلاص انه هذا والله بملف او دي سي خذ الملف وخذ البرامج اوكي هذه الفكرة فحاول بقدر الامكان انت كمستخدم لقينو لينيكس اوكي جديد او قديم انك ترفض فكرة اللي هي ماكروسوفت اوفيس شي لم من راسك مو بالشان برامج مغلقة او الاخير طبعا هذا بوضوع كبير جدا جدا لا الفكرة بمساطة انه انت تريح راسك اوكي ريح راسك بالفكرة هذه استخدم ليبرو اوفيس واحد ولا تستخدم ميكروسوفت اوفيس معه من يوم استخدمت ليبرو اوفيس كبرنامج مستقل وصرت اعطي الناس الليبرو اوفيس ارتحت يعني في ناس كثير جدا تستخدم ويندوز ممستعدة لكن اشوف تستخدم ليبرو اوفيس معه ليش لانه اعطيته الملف اعطيته ليبرو اوفيس كنته هذا ليبرو اوفيس والله يفتح عندي خلاص شكرا هذه نفس فكرة الفيديو لقيت لك عنه لو عندك مقطع فيديو ورسلت الواحد يفترض ان الواحد هذا يفتحه بمشغل افلام ما يفتحه بالفوتوشوب مثلا اوكي بديلة وحدة ما تحاول تفرض علي اي شي ثاني علشان تعطيك اداء عالي جدا النقطة اللي حاب اقول اللي تفوق فيها ليبرو اوفيس على الميكروسوفت اوفيس هو انه توافق معه او حاول يتوافق معه بينما هذاك راحظ انه رافض يتوافق معه او رافض انه حتى يطلع المبرمجين على الاكواد التنسيق راح يصير يعني اتوقع يعني ممكن سنة سنتين نرجع الفيديو هذا ونشوف لكن غصب على ماكروسوفت بعدين راح تسوي الشغلة هذه لان المستخدمين صارت توعة شوي صارت تفكر صح تمام اوكي هذه الفكرة استخدم ميكروسوفت واحده اترك ماكروسوفت لا تستخدم منتجات ماكروسوفت اوكي ولا تحاول توافق مع اذا عندك اشكالية مع شخص بعيد ارسله الباكيج الخاص بالبرامج حق البرنامج ورسله الملف حق عشان تشغله من الفادة ركب البرنامج هذا وخلي تواصل معك بالطريقة هذه انتهى درس اليوم نشوف كم في درس قادم في امان الله صباح تح عندك لاندي فكرة عندك تحت هذا الفيديو ستكون عبارة عن مشاركة اراء سلام عليكم